لم تأتي النتائج الأولية للانتخاب بما يتناسب مع المحاصصة السياسية السائدة التي بدأت تتأزم بشكل واضح بفعل التغيرات الداخلية والحراك الشعبي والعوامل الإقليمية وقبل إصدار نتائج الانتخابات بشكل رسمي انطلقت حملات تبادل الالتهامات والتخوين والتزوير بين الكتلة الأمر الذي ينذر بمرحلة عصيبة ونفق جديد مظلم دخلت به العملية السياسية دون وجود أي بوادر لرأب الصدع بين الكتل كما كان يحصل سابقا بدخول الأطراف الأمريكية والإيرانية على خط التهدئة النزاع بين التيار الصدري وأتلاف المالك وتحالف الفتح يشكل محور الصراع القائم وسينعكس على كامل الأحزاب والكتل الأخرى وما سيعقد الأمور أكثر هو وجود الميليشيات كطرف فاعل ومؤثر في العمل السياسي مدعوما بقوة السلاح والتحاكم إليه إذا وصلت الأوضاع إلى مرحلة الانفجار الشامل فما أن انتهت تصويت الانتخابية الذي قاطعه الشعب بالغالبية العظمى حتى ظهرت بوادر عدم الرضا من قبل أحزاب الميليشيات وعلى إثرها جاءت المطالبات بالعد اليدوي للأصوات إضافة إلى الحديث عن تزوير وخروقات والتوعد بالطعن بالنتائج فالطرف الخاسر كأنه يقول لن نسلم الراية مهما حصل الجو السياسي المسموم لن يكون أفضل حالا مما كان عليه بعد انتخابات عام 2018 ويفتح عدة سيناريوهات أقلها تعطيل تشكيل الحكومة لعدة أشهر وربما لسنة إضافة إلى تعطيل إقرار الموازنة ومضاعفة تدعيات الأزمة الاقتصادية لكن السيناريو الأخطر يكمن في التدخل الميليشيوي بترسانته العسكرية الكبيرة العملية السياسية التي تعيش على أجهزة الإنعاش منذ عدة سنوات وصلت إلى مرحلة عصيبة يراها حتى أكثر الذين كانوا متفائلين بها وأكثر ما يعجل بسقوطها الظروف الإقليمية التي بدأت تشغل الداعمين عنها اشتركوا في القناة